ما هي صبغة الله التي وصفها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم؟ لماذا وصفها الله بكلمة صبغة؟ وما تفسيرها؟ ما هو تفسير جمهور الفقهاء لهذه الكلمة البليغة؟ تابعوا معنا هذا الموضوع المثير راجين من الله عز وجل أن تحوز هذه الحلقة على إعجابكم فضلا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات حتى تصلك كل الفيديوهات قال الله سبحانه في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ما هي الصبغة؟ الصبغة هي إدخال لون على شيء بحيث يغيره بلون آخر تصبغ شيء أحمر أو أزرق أو أي لون تختاره والصبغة تنفذ في المصبوغ خاصة إذا كان المصبوغ له شعيرات مسام كالقطن أو الصوف ولذلك فإن الألياف الصناعية لا يمكن أن تصبغ لأن شعرة القطن أو الصوف أشبه بالأنبوبة في تركيبها فإن صبغة الله يراد بها دين الله وقيل فطرة الله وقيل إن الصبغة الاختزال لمن أراد الدخول في الإسلام بدلا من معمودية النصارى وقد قال البغوي في تفسيره قوله تعالى صبغة الله قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن دين الله وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوبة وقيل لأن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغة تلزم الثوبة وقال مجاهد فطرة الله وهو قريب من الأول وقيل سنة الله وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودية وصبغوه به ليطهره بذلك الماء مكان الختان فإذا فعلوا به ذلك قالوا لا نصارى نصرانيا حقا فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى وقال الطبري وقوله تعالى ونحن له عابدون أمر من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله لليهود والنصارى الذين قالوا له ولمن تبعه من أصحابه كونوا هودا أو نصارى فقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة صبغة الله ونحن له عابدون يعني ملة الخاضعين لله المستكينين له في اتباعنا ملة إبراهيم ودينونتنا له بذلك غير مستكبرين في اتباع أمره والإقرار برسالته ورسله كما استكبرت اليهود والنصارى فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم استكبارا وبغيا وحسدها وقال الشيخ الجليل محمد متول الشعروي رحمه الله قوله سبحانه صبغة الله فكأن الإيمان بالله وملة إبراهيم وما أنزل الله على رسله هي الصبغة الإلهية التي تتغلغل في الجسد البشري ولماذا كلمة صبغة؟ حتى نعرف أن الإيمان يتخلل جسدك كله إنه ليس صبغة من خارج جسمك ولكنها صبغة جعلها الله في خلايا القلب موجودة فيه ساعة الخلق ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فكأن الإيمان صبغة موجودة بالفطرة نهى صبغة الله فإن كان أبواه مسلمين ظل على الفطرة وإن كان أبواه من اليهود أو النصارى يهودانه أو ينصرانه أي يأخذانه ويضعانه في ماء ويقولون صبغناه بماء المعمودية هذا هو معنى صبغة الله وقوله تعالى ومن أحسن من الله صبغة استفهام لا يمكن أن يكذبوه ولكن الجواب يأتي على وفق ما يريده السائل سبحانه من أنه لا يوجد من هو أحسن من الله صبغة وفي تفسير الجلالين صبغة الله مصدر مؤكد لآمن ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله والمراد بها دينه الذي فطر الناس عليه لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوبة ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة تمييز ونحن له عابدون قال اليهود للمسلمين نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب ولو كان محمد نبيا لكان منها فنزلت الآية قال ابن عباس إن النصر كان إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه سبعة أيام صبغوه في ماء لهم يقال له المعمودية ليطهره بذلك ويقولون هذا طهور مكان الختان فإذا فعلوا ذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا فأنزل الله تعالى هذه الآية هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم عزيز المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا اشتركوا في القناة